الطائر الخياط وتم تسميته بذلك بسبب طريقته الفريدة والماهرة في بناء عشه فعندما يقترب مجيء فراخه الصغار إلى الحياة يخيط أطراف الورقة بعضها مع بعض بقطع من الحرير أو بخيوط الشجر أو بألياف النبات مستخدما منقاره بمثابة الإبرة يخرم الخياط الصغير ثقبا في ورقة شجر بمنقاره ويمرر فيه هذا الزغب بعد أن يكون قد غزله إلى خيط ثم يثقب ورقة ثانية ويمرر الخيط فيها وأحيانا يصنع هذا الطائر حوالي عشر غرز بهذه الطريقة ويحيك بذلك ورقتين معا ليصنع منهما مهدا لفراخه وفي داخل هذا المهد الأخضر يبني عشا لينا من الزغب والريش لا يتجاوز طوله خمسة عشر سنتيمتر ويوجد في المناطق المدارية من الصين والهند وماليزيا